السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعي الكرام في هذا الفيديو سوف نعطيكم وصفات السوب اللي كتجيل ديده بالسف مقادير جت بسيطه كيف كتشوفو والمداق يجيف غير مون رائع بنسبة السوب نحتاج لها البروكولي انا اخذت هنا تقريبا نصف كيلو ديال البروكولي ممكن تاخدوه فريش عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة ملح ويبصار على حسب الضوك عندي قشة الطرية والكريم فريش كذلك على حسب الضوك وعندي الماء تقريبا واحد 800 مليليتر ديال الماء باش كنروي به السوب ديالي سافي هاده هم المقادير كيف كتشوفو وانشاء الله سوف نفوتوا لطريقة التحضير نسبة لطريقة التحضير كنا اخذوا تنجرة كنحطوها على النار حتى كتسخن عندنا كنحطو اول حاجة الزبدة كندوبوها كنحطو البروكولي ديالنا وكان نحطوها في الطنجرة كنضيفوا عليه الملح الملح تبقى على حسب الضوء وعلى حسب الكمية البروكولي التي لا تستعملها نجعل هذا البروكولي جيد مع هذه الزبدة نبقى ونقلب فيهم من البيت نضيف الماء اللي هو طيب نبدأ ونضيفه في الماء غير بلاتي حتى نغطيه على البروكولي بالنسبة للماء لدينا 1 كيلو فأنا سأخذيه تقريبا 800 ملل الماء حتى يتغطيه لكي يكون لدينا سوب ليس قصحة بسافت لنضيفها لكين فرش يعني غير هكذا سوف نضيفها يعني تضيفه على حسب الكمية البروكولي وإذا انظروا أنها بقية خاطرة عادة قصحة فكتزيد عليها فقط ونضيفها 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 حتى كتزيدة ونضيفها حتى كتزيدة من بعد ما كيتب عندي البروكولي كيف تشوفه كيكون بهذا الشكل هذا ونضيفها 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 حتى نضيفها حتى نضيفها من بعد ما كنت نضيفها كيف تشوفه كيف تشوفه حتى أخير حتى نزيفها ونضيفها خيئة 5 دقائق لا مشكلة اذا كانت الحبيبات أو مستددا ما هو مشكلة سوف نقطع عليها ونضيفها 5 دقائق ومن بعد نضيفها على كرين فرش اشتركوا في القناة